أيام قليلة ويبدأ البرلمان الجديد أولى جلساته ويشرع بأعماله ومهامه ومن هذه الأعمال تشكيل اللجان لمتابعة عمل الوزارة والمؤسسات الحكومية لتكون بهذا أولى مطالب الموصليين بأن يكون اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب عند تشكيل هذه اللجانة نحتاج بهذه الدورة المقبلة أن يكون اختيار الشخصيات المناسبة بالمكان المناسب يعني اليوم ما أختار الدكتور بالاقتصاد وأخليه بلجنة الأمن والدفاع هذا أستغل بمكان اقتصادي حتى يقدم اللي عنده من خلال الكفاءات يأمل سكان المدينة أن تكون نتائج انتخابات تشرينة بداية للتغيير على أن لا يتكرر المشهد كما كان في الحكومات السابقة منتظرين بأن يكون الاختيار هذه المرة على أساس الاختصاص والكفاءة وليس على أسس غيرها نعم اليوم مطالب أهالي نينوى من تحديد الشخصيات المناسبة في المكان المناسب ليكون معطاء بشكل حقيقي وعلى معرفة كاملة بالأمور التي المناطبها اليوم نلاحظ أن العديد من الشخصيات تقلدت المناصب وهي لا تمتلك الخبرة والكفاءة الكافية لإدارة هذا المنصب اليوم نحن متأمني خير بين الانتخابات إن شاء الله إن شاء الله تكون انتخابات خير على العراق ولكن عندنا تنويح على الشغلات كثيرة صارت من الانتخابات السابقة مثلا المناصب المناصب اليوم كثير من الأشخاص اللي يمسكوا من مناصب بالانتخابات السابقة ما كانوا من ضمن اختصاصهم جل المطالب كانت باختيار أشخاص يكونون على قدر المسئولية في اللجان التي سيعملون فيها ويعمل أصحاب هذه المطالب أن تكون مطالبهم مكملة لبداية تغيير ينتظره العراقيون منذ سنوات من الموصل محمود الجماس قناة التغيير اشتركوا في القناة